تلقى أول سؤال من أستاذة إيمان أستاذة إيمان اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أنا بس عايزة أقولك أن أنا قاعدة بصوت فقدم التلفزيون والكلام اللي حقيقة بتقوله ده ربنا سبحانه وتعالى بعته من الشيء الحمد لله أنا بس أشير حضرتك أنا وحدة في الدنيا وقفة طولي عندي مشكلة كبيرة ومش مدخلة أي حتى خالص زي ما هي سيبتك بتقول أنا بقاني 29 سنة محافظة على بيتي ما بدخلش حتى عشان حوالينا ما حاولتش من أربع سنين بيتي تقلب رأسا على عقب في واحد عارف حد زوجك حضرتك عارف حد إيه زوج حضرتك عارف حد من أربع سنين والستة دي كانت متزوجة وقالت أن جزها رمي عليها اليمين الله أعلم بيها بس جزها قال لا أين كان فضلوا سنة مع بعض وأنا عرفته كان في مشاكل وبعد كده في ضمن منوشات بقى اللي هو الانشك والغيرة والموضوع انتهى وما انتهاش لغاية ما اكتشفت من شهر إن هو متزوجها رغب من هو يعرف كل حاجة عن الستة دي وأين كان ظروفها ظروبتها صلوقها وقالت كمان من الستة دي أنا عرفتها أنا بيست رجع من العمر عشان تبقى سام ويعني مؤمنة واخباتي مؤمنين ومصالدين طب خلينا نركز خلينا نركز عليك أنت وزوجك وسيبك منها دلوقتي بقولك أنها بيقولوا أنها معاها ميريد يا ستي ما أنا قلتلك مش أنا حسيت أنا عندها نصيحة إنت تقولها لي زوجة 29 سنة معاها ولدي مش مدخلة حد أعملية فضيلة الشيخ أنت بقى لك 29 سنة مع زوجك أنت دلوقتي بقى لك 29 سنة مع زوجك صح؟ آه وانت لسه عارفة أن هو تزواجها من شهر آه تزواجها زواج موسق صح؟ آه آه أنا طلعت وراءه وعرفت آه يعني أنت روحت عملت قيد عائلي وفعرفت آه وعرفت يا خندق طيب قلت أن أنا يعني شلت معاها الشيلا عارفت الأفر بيشلوها تنين والزيدات سؤال حضرتك دلوقتي هو إزاي أتعامل مع زوجي اللي تزوج علي ومقدرش 29 سنة اللي أنا كنت معاه فيها صح كده؟ آه وفروق يا فندم يا دكتور فروق دي مستوى تاني خالص وجاي من حتة تاني وأخلاقية تاني وسحر وحاجات كده يعني أنا أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك يا أستاذ إيمان بص يا أستاذ إيمان عشان بس نبقى واضحين أنت لو كنت عايزة تكملي مع زوجك فلازم يبقى فيه أول حاجة اسمع القرار إحنا في الوقت دوت لأن كتير من الزوجات لازم يعرف الأزواج كده وفرصة أن أنا أقول للأزواج عشان يفهموا الزوجات بتعتبر إن جوز لو تجوز عليها تاني ده نوع من أنواع الخيانة فييجوا يجوا يجوا الناس للمشايخ وقولولهم لو سمحتم أنتو الخيانة إن الواحد يزني فأنا ما زنتش لا هو مش بتقول النداء خيانة بمعنى النداء زنة هي بتقول خيانة اجتماعية وعاطفية وإنسانية يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أنا سالس الشركين الله سبحانه وتعالى يقول أنا سالس الشركين إذا بر وصدق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس مننا فالكلام على هذا النوع هو نوع من أنواع الغش فهي بتكلم على خيانة الغش يعني الغدر هي بتكلم على الخيانة بمعنى الغدر فهي بتحس إن هي مغدور بها أشوف أنا أول ما أقول كده السادات تقول أي واحنا بنتكلم على ده فبتكلم على الغدر هل هي صح إن المسلم يغدر بالمسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله فالزوج اللي هيتجاوز على واحدها هي بتعتبره بتقوله انت خزلتني انت ظلمتني كنت أقول لي وبالحقيقة يعني خلينا نتكلم على مسألة الزواج التانية اللي عايز يتجاوز يروح يتفق مع زوجته وهو ده حتى دوة اللي في التشريع اتعمل اللي عايز يروح يتجاوز يروح يقول له زوجته تبدا يمنع ايه يمنع الخزلان ويمنع الظلم بيبقى خلاص رضيت رضيت ما رضيتش خلاص طيب هلأ انا بقى كده بحرم الزوج التانية لا انا بنظم العلاقة فان كنت بتسئليني عن بتسئليني عن كلمة اقولها لزوج حضرتك وبقولها كده انا بقول لحضرتك ان هي حاسة ان انت غدرت بيها غدرت بيها ليه لان هي كانت متوقعة ان 29 سنة جواز هتخليك متعملش حاجة تأذيها ولا تفاجئها بصدمة من غير ما تعرفها وده اقل حقوق الزوجات اقل حقوق الزوجات ان هما ما يفزعوش فييجي الازواج ما يقولوا انها ما تكلم الزوجات انها تقبل الزوجة التانية اه الابحاث بتقول ان قبول الزوجة التانية بينجح في نسبة كبيرة بس بينجح بالنسبة كبيرة والزوجة ايه قرارها؟ ان هي هتكمل بلا قلب هتكمل بلا احساس هتكمل بلا مشاعر هتكمل وهي غيرت نظارتها في زوجها وساعات هتكمل ان ده حقه بس النسبة دي ولا يلقى دي كده طب يبقى الحل هو ايه بقى؟ الحل هو الصدق والوضوح طب ايه الحل بقى؟ حلت الاستاذ ايمان حلت الاستاذ ايمان ده لانه ده عاملة بالزبط زي واحد حاسس انهم في كبوس انا وبالكلم دلوقتي الاستاذ ايمان هتقول ايوة انا في كبوس لا اياه في الحقيقة مش هي دي بالعكس انت كل ما هتتكلم عنها كلام سلبي ولزيك انا قلتلك ايه؟ شريها من كلامك دلوقتي لان انت كل ما هتتكلم عنها كلام سلبي قد يكون الكلام سلبي اللي انت بتقولي ده بينعكس عن دي زوجك بمزيد تمسك بيها ويجي يقول لك كلام كأنه بيدفع عنها فانت تحسي ان ايه ده؟ فياسوق الامر بينك ومن زوجك انا شايف ان الطريق انا بنصحك بتلات حاجات اول حاجة تروحوا الارشاد الزواجي عشان حد يقدر يشوف ايه الاسباب اللي حصلت دي ويقدر يعمل الكلام التاني يعني انت لازم تأخذ قرارك انت عايزة تستمر مع زوجك يبقى لازم عشان تستمر مع زوجك مش هقول عن قدم تلازلات عن غير من نمط حياتنا مع بعض بشكل أو بآخر حاجة تلتة ان زوجك حضرتك اللازم بشكل واضح نعود جلسة اسمها جلسة المصارحة نعود نعرف وعمل كده ليه ولما نعرف وعمل كده ليه مش مهم احنا مش مهم كده عشان نعرف انت اخطأت في ايه ونصلحه لكن احنا بنعرف ايه اللي وصلنا للحياة دي عشان ما يحصلش ان احنا نكرر ده في حياتنا المستقبلية مع بعض فدي التلات نصايح اللي انا بنصح حضرتك بيها وما حدش يجي يقول هو عمل حرام انا ما قلتش انه هو لما تجاوز جواز داني عمل حرام بس هو السؤال هل ده كان فيه شيء من الغدر ولا لأ هو اللي عايز يتجاوز الناس المتمسكين انه ده حلال مش الحلال ده بيتعامل بطريقة كمان حلال مش الحلال ده بيتعامل بطريقة كمان مناسبة اللي عايز يتجاوز يتجاوز بس يروح بكل شجاعة وكل رجولة يروح يقول لي زوجته سهلة الدنيا اللي عايز يتجاوز يتجاوز بس من غير ما يأزي حد لان هي لما تكسر خطرها ده مش صح هيقول لي وفيه ست بترضى ان هي زوجة يتزوج عليها لما هو يروح يقول لها انا عامل كذا وكذا وكذا ويقدم لها شيء يديها حقها ان هي تختار بدل ما هي في الاغالب بيتكون موجوعة وبتعمل افعال انت كلكم عارفينها بتحصل فيها ايه لازم الواحد يكون حكيم ويقدر الامور اللي عايز يعمل ده يقدر ايه ايه الاشياء اللي ممكن تحصل وما فيش جواز انا اسف يعني ما فيش جواز بيستخب فعشان كده انا بقول لكم نصحتي مش بقول بس الفتوى انا بقول لفتوى بقول نصحتي كمان عشان بس ايه الامور تكون واضحة